إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم القاموس الإيماني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الحمد لله الذي جعل الإيمان شعبا ومراتب وجعل أهله متفاضلين في تحصيل تلك الدرجات وصلى الله وسلم وبارك على خير الخلق وأفضل الرسل باتفاق نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإيمان الذي كلف الله به عباده اعتقاد وقول وعمل والاعتقاد شعب متعددة كذا القول والعمل فمن أتى بأصل الإيمان واستكمل شعبه فقد كمل الإيمان ومن جاء بأصله واستكثر من شعبه كان أكمل ممن اقتصر على بعضها أو قصر في بعضها فالمستكثر أفضل من المقل وبتفاوت تحقق العبد بالإيمان والدخول في شعبه يتفاوت الأجر ويتفاضل العباد في الآخرة فالسابقون بدرجة عليا من تحصيل شعب الإيمان وتكميلها وهم في الدرجة العليا من الجنة وهي رتبة يقصر عنها أصحاب اليمين وإن كانوا جميعا في الجنة يشتركون دل القرآن مع السنة المطهرة على شعب الإيمان الاعتقادية والقولية والعملية من ذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذه الآية من أجمع الآيات التي جاء فيها ذكر شعب الإيمان فقد ذكر الله تعالى فيها من شعب الإيمان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالنبيين وذكر صرف المال في الصدقات بطيب نفس وحبا في حصول الأجر كما ورد في هذه الآية ذكر إقامة الصلاة وذكر إيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وحين البأس شهد الله تعالى في هذه الآية لمن أتى بهذه الشعب بالصدق والتقوى فقال جل جلاله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوسهم فيها خالدون في هذه الآية ذكر الله عز وجل مجموعة أخرى من شعب الإيمان القولية والفعلية فمن ذلك الخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وحفظ الفروج ورعاية الأمانة والوفاء بالعهد والمحافظة على الصلوات وإيتاء الزكوات ومن الأحاديث التي دلت على شعب الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلا لإدخال الطاعات في الإيمان وعدوها من شعبه وألفوا في ذلك المصنفات ومن أغزرها المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحليم الذي اختصره الإمام البيهقي في كتاب الجامع لشعب الإيمان وأيضا اعتنى بحصر شعب الإيمان وجمعها الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة وكذا الإمام بن بطة في كتابه الإيمانة قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فضممت الكتاب إلى السنن وأسقط المعادة فإذا هي كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان وإذا هي تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنن أي إن قوله صلى الله عليه وآله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة هذا بعد هذه الشعب الموجودة في كتاب الله تعالى مع سنة النبي صلى الله عليه وآله وهذه الشعب عني أيضا الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعدها فقال هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشمل أو وتشتمل على أربع وعشرين خصلة ثم ذكرها وعددها ثم قال وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال ثم ذكرها أيضا ثم قال وأعمال البدن وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ثم ذكرها وأعمال القلوب تعد أصل الإيمان فهي أكثر وجوبا ولزوما من أعمال الجوارح وهي كثيرة متنوعة متفرعة يدخل فيها حب الله تعالى والتوكل عليه والخوف منه والإنابة إليه وإخلاص الدين له ورجاؤه والصبر على أوامره ونواهيه والرضى عن الله تعالى في قضائه وقدره وشرعه والذل له تبارك وتعالى والطمأنينة والخضوع والانقياد والاستعانة والاستغاثة والاستكانة لله تبارك وتعالى ولأعمال القلوب أهمية كبرى لأنها سائق النفسي وقائدها ولا يعني أبدا أن يعتنى بها وأن تهمل أعمال الجوارح فبينهما تلازم ضروري إذ يؤثر عمل القلب في عمل الجوارح كما تؤثر أعمال الجوارح في القلب ومن ساعة فضل الله تعالى أن جعل الإيمان شعبا وخصالا كلما عمل المسلم بشعبة منها زاد إيمانه وعظم أجره وقد نوع الشرع الشريف بين هذه الشعب في الحكم كما نوع بينها في المرتبة فمنها ما لا يصح الإيمان إلا به مثل قول لا إله إلا الله ومنها ما هو واجب كبر الوالدين ومنها ما هو من مكارم الأخلاق كالحياء ومنها ما هو من الآداب كإماطة الأذى عن الطريق وكل ذلك يدخل في هذه الشعب وكل شعبة تسمى إيمانا قال ابن القيم رحمه الله الإيمان أصل له شعب متعددة وكل شعبة تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان والزكاة والحج والصوم والأعمال الباطنة كل ذلك من الإيمان وضرب للأعمال الباطنة مثالا بالحياء والتوكل على الله تعالى والإيمان عند جمهور أهل السنة كما قدمنا له شعب متعددة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله حين قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة وقد يزول الإيمان بزوال بعض الشعب دون بعض قال ابن القيم أيضا وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيمة فمنها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب وكذلك الكفر أصل ذو شعب الكفر ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر والحياء شعبة من الإيمان وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والعياذ بالله والصدق شعبة من شعب الإيمان والكذب شعبة من شعب الكفر وهكذا المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن الطاعات جميعا من شعب الإيمان والإيمان الشرعي يتضمن أصولا وأركانا وواجبات ومستحبات فمن ترك أصل الإيمان وأخل بأركانه لم يتم إيمانه ولم يكن مؤمنا ومن ترك الواجب نقص بفوته شيء من إيمانه وهذا النقص يستحق عليه العقوبة ومن ترك المستحب فاته من علو الرتبة والدرجة بقدر ما فاته من مستحبات الإيمان والناس متفاوتون في شعب الإيمان وينقسمون كما تقدم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات والواجب على المؤمن أن يجتهد في التحقق بشعب الإيمان التي تقيم أصله والتي تحقق الواجب من أعماله وأقواله واعتقاداته وأن يجتهد وسعه في التحقق بمستحباته قدر طاقته حتى يحوز الخير العظيم والأجر العميم والله تعالى شاكر عليم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين القاموس الإيماني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم